موسيقى مشاهدين أهلا بكم بخطة ثابتة يسير مشروع أنبوب الغاز الرابط بين نيجيريا والمغرب إلى التنزيل وزير الدولة للموارد البترولية النيجيري تيمي براسيلفا أكد أن بلاده والمغرب يسعيان للحصول على تمويل هذا المشروع القاري الضخم المشروع الاستراتيجي لخط ينبوب الغاز نيجيريا المغرب الذي تم إطلاقه بمبادرة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس محمد بخاري والذي تم التوقيع على اتفاق التعاون بشانه في مايي 2017 يسعى إلى أن يشكل حافزا للتنمية الاقتصادية لمنطقة شمال غربي أفريقيا لتصليط الضوء على هذا الموضوع يسرنا نستضيف في اللوستوديو المحلل السياسي سعيد الخمسي أستاذ الكريم مرحبا بك مرحبا سيوسف وعيد مبارك سعيد لكل المغاربة ووفقين إن شاء الله عيد مبارك سعيد هذا المشروع القاري الضخم مرة أخرى تبرز بعد نظر الدبلوماسية الملكية يبرز قويا في توقيع اتفاقية شام بوبغاز نيجيريا كيف سيتزايد الاهتمام الدولي بشأن هذا المشروع الضخم الذي يمر عبر 11 دولة اليوم مستشار أو أمس مستشار رئيس نيجيري محمد بخاري أكد أن هناك اهتماما للعديد من الأطراف الدولية ومنها الروس أيضا كيف ترصد هذا الاهتمام الدولي حول هذا المشروع القاري الذي يربط المغرب بنيجيريا؟ بداية حتى هذا التعبير دي المشروع القاري هو تعبير لحظي نستعمله لنعبر على أن المقصود هو لكن يعني في اعتقادي وفي اعتقاد كثير من الباحثين والدارسين أن هذا المشروع هو يدخل ضمن المشاريع الكبرى أو المحطات المفصلية في التاريخ لأن القضية دي الأم بالغاز ليست قضية طاقة فقط ليست قضية طاقة يعني أغلب التحليلات أغلب القراءات أغلب ما يكتب الآن ينظر لقضية أمبوب الغاز في إطار مواقف الجزائر مواقف دي الأن ما يحدث في أوروبا في حين أنه ها المشروع أولا طلق بإرادة الملكية كانت في 2016 وباش نحكم عليه نقرأها في 2016 ما قبل 2016 لأننا طرأت من 2016 الآن شارتي حقلتي بعد النظر لنظرة جلالة الملك من 2016 إلى 2022 خصنا نقرأ وشنو طرأ في العالم في الطاقة باش نعرفوا بإن هذا الحدث اللي نطلق في 2016 كيف كان معبرا الآن بدي أبالي لأنه الآن كل شيء يتكلم في العالم على الطاقة خصوصا مع الأزمة الروسية المقرأة يعني التسارعات الأحداث ولكن يعني باش نقدرون نشوفوا بالصحف إن كان هذا بعد النظر وش هو بالصح بعد النظر ماشي بالمعنى الوطني وللإفريقيا بالمعنى الإنساني خصنا نشوفوا السياق يعني في 2016 كان المغرب تقول بإنا ها فين خصنا نمشي ها واحد جوج قضية دي الأنبو بالغاز ما بين المغرب والجزائير واللي هناك الكثير اللي بغي يضيق نقاش فيه قضية الجزائير وأكبر من ذلك بكثير أم بو بالغاز يجيب النظر إليه يعني بالعين دي الجيو بوليتيك والآن نحن نتكلم على روسيا وعلى هذا وعلى هذا داخل فيه يجيب النظر إليه بالمعنى دي المشروع دي الإفريقيا 2030 النظر إليه أكثر من شيء 2030 فيزيون دي الأفريق دميل سواسون طروة 2063 يعني أنا هنا في نتنجو يعني في المشاريع الممتدة لأكبر من أعمارنا وأعمار حتى الأجيال ربما القادمة قلت نظر إيه من زاوية دي الجيو بوليتيك نظر إليه من زاوية سؤال إفريقيا لما تنحوله لما كنا تنحوله والآن تنحوله والمغرب هذا العام يحتضل معرض الدولي الكتاب بقضية دي الأدب الإفريقي يعني كما تنقوله بأن جالة الملك بسكون في إفريقيا يعني بسكون بقضايا إفريقيا هذا داخل فهد يعني داخل فهد الأمر الثالث هو أنه ما تنتكلموش على حضاش الدولة لأن الآن كل شيء يقول بأن الأنبوب والغاز يعني سيمر إلى أوروبا يعني حضاش الدولة اللي غير مر منها بما فيها المغرب ونيجيريا وغير تربط بالأنبوب ديالنيجيريا غانا لكاين وغير تربط بدول أوروبا يعني ما تنتكلموش على حضاش تلتاش يعني في إفريقيا وأوروبا نتكلم على نصف سقال الكرة الأرضية لأن الأنبوب ديال الغاز أول أنت هم ثلاثة قارات ماشي جوش قارات ماشي إفريقيا وأوروبا لأنها في المعادلة داخل أسيا في المعادلة داخل أمريكا وإلا تنتكلمو قبل أيام على كورونا والتحول الكبير لطرف سلسل إنتاج في العالم والتحول الكبير قبل أيام أيضا تنتكلمو على بعض الدول الكبرى اللي غير تحول استثمارات ديالها بعد بقاء العالم للمغرب بالتالي داخل في واحد الخط واحد المصار اللي هو مصار تهم نصف الكرة أرضية بالتالي النظر إيل لا يجب أن يكون نظرا سياسيا ضيق عن قضية هو قضية ديالتنمية في واحد طرف كبير من الكرة الأرضية في هذا الطرف الكبير والواسع من الكرة الأرضية هناك الطرف الإفريقي وبعيدا عن السياسات الاستفاف التي ذكرتها مع نبوب الغاز النجيري المغربي يعد قيمة استثمارية مبدعة يساهم عبرها المغرب في ضمان تنمية بلدان العبور 11 بلدا إذن كيف ينسجم هذا المشروع مع التوجه المغرب نحو إفريقيا وذكرت أن جلالة الملك يحمل ألهم الإفريقي ويؤمن بالقضايا الإفريقية نظر إلى هذا الأمر تشوفه مجرية أخرى هذه الحضارة للدول شنو هي البنية الاقتصادية ديالها شنو هي البنية التنمية ديالها شنو هي البنية الأمنية ديالها يعني قبل ذكرت القضية ديالجيوبوليتيك وقلت القضية ديالتنمية والقضية ديالأمن أمبوب الغاز في زاوية من زاوية هو مشروع أمني بمعنى لما تدير أنت أمبوب الغاز تتجر معه ستمارات تتجر معه تنمية ولكن تجيب معه أيضا مشروع تنمي لأن هذا الأمبوب قصو الحماية المجل فيه هو قصو الحماية بمعنى أن لما تنتكلموا على أمبوب الغاز لهذا سيوسف أرقص على القضية أنه أنا ماشي من الناس اللي بغي نهادر على الغاز بدك لمعنى الضيق لتوفير الطاقة والكلفة وهي قراءة صحيحة ولكنها لها أبعاد أخرى لها أبعاد تنموية أخرى على حضاش الدولة من هذا حضاش الدولة سبعة دول سبعة دول نعم تنتميل للساحل والصحراء يعني هناك تحتاج مياه تنتميل واحد منطقة التي تعانيها شاشة أمنية تعانيها شاشة غريبة اقتصادية وعندها موارد وهذا حضاش الدولة ليست دول كلها غير طاقية فيها دول التي تنتج طاقة لأنها نيجيريا لما تعرفوه شخص الناس من أكبر الإشكالات اللي عندها ما شفقت مشتبعي للغاز هو أن الغاز اللي تتحرق الآن لأنها ما تنتج البترول تتنتج معه الغاز الغاز في الشيء يتنتج إما يمشي الشيبراسة أو يتحرق من الإشكالات الكبرى اللي عند نيجيريا هو تخلص من الغاز اللي تنتج معه البترول اللي يخصد تفك منه إما تبيعه والدول الحضاش فيها دول اللي تتنتج كميات قليلة فيها دول اللي الفائض عندها ضعيف فيها دول اللي محتاجة جدا بمعنى أن هذا المشروع لا يغير فقط الخريطة الطاقية ولكن يغير ويساهم في الخريطة الأمنية المنطقة لأن المجلالة المالك وهذا موضوع كبير جدا كنت يتكلم على الأمن لا يقصد الدراك والجيش يتحدث على موضوع المتشعب مركب لأن تتكلم على الهجرة مع أوروبا والموجة الهجرة اللي من بعد الحرب ومن بعد كورونا هذه الأشياء لا تعالج بقرارات سياسية تعالج بقرارات تنموية أعتقد بأن هذا المشروع هو أكبر حتى من الأرقام اللي لم تتكلمه على 5600 كيلومتر الأنبو بتتكلمه على التمويل يعني أعتقد تتكلمه على 14.3 عفونا تتكلمه على 30 مليار دولار أعتقد بأن المشروع أكبر من ذلك هو يغير وجه الوجه الساحلي الأطلسي لنصف القرارة الإفريقية على الأقل بشكل مباشر بالتالي هذا ليس موضوعا ضرفيا هذه المسألة الضرفية ذكرها مستشار الرئيس الميجيري لما سئل من قبل الصحافة المحلية قال إن الإدارة الحالية يمكن أن تفضي إلى بداية هذا المشروع وربما الإدارات المتلاحقة التي ستأتي هي من ستتولى يعني إنهاء هذا المشروع باعتقادك كيف تقرأ هذا التصريح لا سيما وأن هناك من يربط الإرادة النجيرية فقط بالإدارة الحالية بالفترة أولا كما توقعوا على أسبانيا ومريكان هناك أشياء التي هي أكبر من الحكومات أمبو بالغاز أكبر من الحكومة النجيرية وأكبر حتى من الحكومة المغربية هو موضوع دولة وليس فقط دولة الآن تنتكلموا ونرجع إلى التصريح سواء دي المستشار دي الرئيس نجيريا أو قبل منه وزير الموارد البترولية قال نفسه قال بأن لأن أولا هذه حكومة في نجيريا منتخبة ديمقراطيا أعتقد بأن الحكومة البخاري كانت حكومة لم يطعن فيها أي حد انتخابات البخاري وهو يتحدث منطقة دولة أن المنضة هم المنضة دي البخاري غدثالها في 2023 إلى السمر بخاري ستستمر هذا وإذا لم يستمر بخاري ستستمر مشروع بأن المشروع لا يتعلق بحكومة إنه مشروع الدولة وليس الآن لم يعود مشروع الدولة هناك إشارة قوية قالها سواء المستشار للرئيس نجيريا وقالها أيضا وزير الموارد البترول ما قال بأن ترقينا عرضا كبيرا من روسيا إلى قبل 3 أشهر أو 4 أشهر كنا نتحدث على أن روسيا من أكبر المعارضين للمشروع على اعتبار أن روسيا وهذا طبيعي تقرأ أن أوروبا مصيرها سياسي والطاقي بيد روسيا وأن أي مشروع من الجيال الأخرى وهذا الخطاب الذي كانت ترويجه حتى الجزائر بأن أي مشروع من الجيال الأخرى يهدد توازينات جيوسياسية في أوروبا فكيف هذا التحول لجدري روسيا روسيا لما تتحدم هذا العرض فيه إشارتين الإشارة الأولى بأن هذا المشروع سيتحقق سواء بهذه الإرادات سواء بهذه الدول وغيرها والأمر الثاني ليس فقط روسيا لأول مرة تدخل منظمة لأوباك بمعنى هذا ما معنى بمعنى أن الهيئة الدولية التي تسهر على الإنتاج وتنظيم الصوخ وتعتبر أن هذا المشروع ليس فقط جديا للمغرب والجزائر لأن ليس هناك الحديث هذا الموضوع ليس موضوع للمغرب والجزائر هذا موضوع فيه الأمن الإنساني فيه الأمن أوروبا فيه الأمن إفريقيا فيه توازنات سياسية بالتالي لما تتكلم سواء مستشار الرئيس النيجيري أو وزير المولد البترولية ديالنيجيريا على أن هذا المشروع بمعنى أن هذا المشروع ليس قضية سياسية ديالحزب أو ديالحكومة بأنه مشروع ديالدولة في الجزائر وهذا المشروع سيتحقق هذا المشروع سيتحقق والآن الكثير من المؤشرات تفيد بأن الراغبين وتيرة الراغبين في الالتحاق بهذا المشروع تزداد ذكرت روسيا ذكرت مكتب التابع لمنظمة أوبيك هذه الرغبة في الانضمام إلى هذا المشروع لا تزيد من وتيرة وسرعة تحقيقها على أرض الواقع؟ أكيد يعني بشكل طبيعي من المشروع اللي بتامان قليل إلى مشروع للإمكانات المالية دياله كبيرة جدا كل ما كبير عدد المهتمين كل ما المشروع أكبر لكن هنا ثلاثة الأسئلة كبيرة في الموضوع السؤال الأول هما الدراسات ولا لاحظنا بأن يتسأل البعض أن من 2018 إلى 2012 وعشان نحن مزانين في الدراسات ودخل على الخط يعني مكتب ديال الدراسات أعتقد ورلي بارسون ديال هذا لما تقلب على ورلي بارسون شو كون هو هذا مكتب دراسات هذا مكتب دراسات لا يدخل إلا في المشاريع الكبيرة جدا هذا مكتب دراسات لأشرف على دراسات ديال أكبر أمبوب للغاز الآن اللي كين في العالم الآن هذا مكتب دراسات مش هيدة مزايدة هذه محدة الأمر الثاني هو أن الدراسات خدات البعد دراسات البيئية دراسات التقنية ودراسات الجدوية يعني الدراسة ديال المرضو ديال الاقتصادية والمالية واللائحة ديالآن ديالأطراف اللي تدخل أكيد أن الولايات المتحدة أكيد أن الصين هذا الموضوع أعطيها بشكل كبير لأن أكيد أن روسيا الآن قالها هذا أكيد أين لكن إلا رجعنا لتصريح المستشار دياله 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 شنو قال قال بأن المغرب والجزائي المغرب ونيجيريا كطرافين أساسيين يعني نقطة الانطلاق ونقطة النهاية مستعدين وعندهم إمكانية لبار ديالهم وأن ندرس الأطراف الأخرى بمعنى ندرس في الأطراف الأخرى أنا طبيعي في سياسة أو في جيو سياسية بلغ الأوباك فاش غاجي ما غاجيش تمول المشروع لسوا دياله المغرب والنيجيريين لما جاي روسيا تمول مجاي تمول لأن المغرب جابوا مشروع مزيان جاي لأن الاعتبارات قلت الجيو سياسية بمعنى أن القرار ديال الغاز غدا غيكون مرتبط بمعنى أن هذا المشروع النهار فاش تكلم عليه في جلالة الملك ورئيس النيجيري كنت كنا في كتير من الصحافة بما في الصحافة الدولية كنت تقول بأن هذا مشروع ضرب من الخيال هذا مشروع أسطوري هذا مشروع يصعب الآن الأحداث التي تعيش ها العالم ماشي فقط الحرب الروسية الأوكرانية يعني كورونا والتدعي هذا أثبتت للعالم بأن هذا المشروع لأن الآن الحرب ما بين روسيا وأوكرانيا والمواد الغذائية والمواد الطاقية تتغيير مناطق اللي بعيدة ربما آلاف كيلومترات على المنطقة بمعنى أن شنو العالم تثبت للعالم بأن العالم مشبك في قضايا ديال الطاقة لدرجة أن يمكن يخلص عليها واحد كين في أندونيسيا بالتالي العكس ديال هذه المعادلة بالتالي بناء الأمن الطاقي العالمي ما بقيتش فيه الجغرافية لو حقار مغريب بعيد ولا قريب ولا نيجيريا بعيدة بمعنى أن حيث ما كان مشروع ضخم يمكن يفيد البشرية في الأمن الطاقي فهناك مصالح كل دول العالم هذا المشروع لم ينظر إليها زاوية ضيقة لأن هناك مصالح قد يحضر الدول فيه مصالح إسبانيا وإيطاليا وفرنسا إلى حدود ألمانيا وفيه العكس مصالح روسيا كانت القراءة الضيقة الآن العالم كله قد يحدث لها اكتتاب في العالم بأن العالم كله في مصلاحته لا تكلم في السبعين على قناة سويس قناة سويس ليس قادية مصر هي ممر إنساني للكراء أرضية كاملة بالتالي القادية قادية التمويل ليس قادية كبيرة لأن الآن التي تيب هي من خلال التصريحات بأن قادية التمويل التي كان في الوقت 2016 2017 2018 2018 يتحدث على أن ها مستحيلة الآن سؤال التمويل أعتقد أن أصبح في المتناول وأصبح ربما يكون عدد عندهم رغبة للتمويل أكبر حتى من اللي بغينا بالتالي القضية الاختيارات سياسية في من يمويل وهذه أساسية وحترق بأن النقاش الآن بين مغرب ونيجيريا في هذا التيجاه لماذا سنختار وأنا من الناس التي تنقل غالبا ستكون أوبك مقوة لأن سنخضع المعايير الدولية وبالتالي المشروع سيكون فيه الضمانة أدات سياسية لقطعنا أو قطعنا على المستوى الإقليمي وكعادتها الجزائر تسعى لمنافسة المغرب في هذا المشروع بينما هناك حديث عن أمبوب غاز نيجيري على المغرب هناك أيضا في الضفة الأخرى أمبوب غاز الجزائر نيجيرا طرح لمن تميل الكفة المغرب أم الجزائر سماوها للمغرب بلد موتوق به بالنسبة للبلدان الأوروبية التعقيد الآخر لأن تقول العبت يعني نكون نحن منزين الحقيقة الموضوعية نقولها للإخوة الجزائر والمغرب والغير المغرب والعالم هو أن الجزائر نعم راكمت خبرة في مجال تدبير الغاز لأنها دولة منتجة كما المغرب راكمت خبرة في إنتاج الفوسفات ليس فقط الفوسفات تهضع المعرفة العلمية والتقنية والاقتصادية والفنية المرتبطة بهذا نعم أنا تقول كبيرا هذا هذا الأنبوب المغرب والأنبوب الآخر وأنبوب آخر نحن في حاجة إليهم الدليل هو أن الأنبوب التاريخي اللي كان مبين المغارب أوروبا كيف تعامل مع المغرب لم يتعامل المغرب مع الأنبوب ديال اللي كان تيجي من الجزائر ومشي الأوروبا بمنطق ضيق انتهازي ديال منطق طفولي أحيانا ومشي المزايد منطق ديال الأطفال هذا ديال أنبوب الغاز ما بين الجزائر وأوروبا ليس ملك لا للمغرب ولا لجزائر هو ملك للإنسان وهذا القضية لم يستوعبها الفاعل السياسي في الجزائر قضية ديال واش قتميل إلى الجزائر ولا تميل إلى المغرب أعتقد بأن العقل السياسي العالمي يترفع على بعض القراءات لماذا أناني لا يوجد بعد أنبوب الآخر يمر على ثلاثة دول هذا الأنبوب ستمس منه حضاش الدولة بشكل مباشر ثم هذا الأنبوب يتحدث على شيئين يتحدث على أنبوب للإنتاج بشكل أساسي نيجيريا في تجاه إحتراء أوروبا ولكن يتحدث على الموالد حضاش الدولة أنها ستصر يترى وهذه القضية المغرب الآن ركب فيها جريبة شنو وفي الوقت كانت يدي الغاز الآن يجيب الغاز وهذه القضية أساسية بمعنى تبنات واحد من نوع دي التقى عالمية في المغرب على أنه لا يوضف الغاز في معادلات صغيرة وبلد موتوق أيضا لأوروبا المحلل السياسي سعيد الخمسي شكرا جزيلا لك على حضورك معنا